السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديالت اليوم يا إخوان ثمانية في شهر جونج غنطرقوا للعديد من المواضيع من بينها القانون ديال الجنسية للأطفال كيف ما غاش عارفو خاص نشرح هذه النقطة مزيان دراقي حالي ينكي يدير في الجولة التانية ديال المشاورات وهذا الجولة التانية غايتلاقى مع الأحزاب ويقول لهم المضامين ديال المشاريع اللي بغن يديره من بين المشاريع اللي حط الحزب ديمقراطي يا إخوان في النقاط اللي غي نقش مع دراقي و اللي غي يحطها في طاولة النقاش هي الجنس يالي أطفال المهاجرين أطفال الدراري اللي تزادوا هنا و اللي ما زادوش هنا لذلك غنطرقوا في هذه النقطة يا إخوان وحيث كين دراقي اللي هو وحد الرجل معقول و اللي عنده وحد الصمع وخاص يحافظ عليها ما غاديش يقبل بطبيت حال يكون في الحكومة دياله وحد الحزب ولوحد يعني الوازير اللي غي يكون عنده وحد الخيطاب اللي فيه شوية ديال الكراهية بحال دك شركة دير سالفيني يا إخوان لذلك سالفيني بدك يغير يا إخوان الخيطاب دياله وليوم غتشوفوه شنو قلع للمهاجرين يعني سالفيني بتدل وجه يا إخوان في 24 ساعة في حين أنه تستمر المعاناة ديال المتشردين المغاربة في إيطاليا سيمن الفات تتكلم عن وحد سيري يا إخوان اللي توفى في سردانيا اليوم هو حد سيد فتورينو كذلك الصحيفة ديال هايس بريس كتتكلم عن المتشردين المغاربة يا إخوان في مدينة أنكونا في إيطاليا لذلك القنصوليات أشنو كيديرو يعني ما إخوان غنت تطرقوا هاد النقطة وغتشوفوا شنو كيررادك شي بزاف صراحة والله يرحمد الناس اللي ماتوا يعني السيد الفتورينو يا إخوان مات بسكتة قلبية أو بسبب البرد واحد من هاد جوج الأسباب يا إخوان في حين أنه الجلبة ديال أستردزانيكا ما كتقديش على السلالة يا إخوان ديال جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا كانت تبدأ في الأيام المقبلة بالجلبة ديال أستردزانيكا ولكن اضطرت أنها تلغي حملة تتلقيها غنترقوا هاد الموضوع نقول لكم علاش والشرح اللي تعطى الحدود السعو أشنوكين والتدخل ديال منظمات الصحة العالمية في حين أنه غنترقوا لدك الشي اللي وقع في طانجة فاجعة طانجة إخوان الوفاة ديال 24 شخص الله يرحمهم وتعزين الحارة العائلة ديالهم والله يأخذ الحق في اللي كان يسبب في هذا الشي يا إخوان من غير أنه صاحب الشركة يا إخوان هذاك كنت مناني المؤبد ومع مريب قا يشوف الشمش ولكن الناس المسؤولين ديال المدينة الباشا والوالي والمقدم والقيض هذو كل الناس خاصهم حتىهم ما يتعاقب وميمكاش أنك تدير واحد الشركة في 130 شخص كي يخدمه سريا فين هاد الناس ناعسين ما كيلا بوليس ما كيلا مخزن لاتشي حاجة كذلك غنتكلموا عن الحالة الوبائية في المغرب الجلبة في المغرب في إيطاليا وفي العالم غنشوفوا الحالة الوبائية كيف ديرها يا إخوان وكذلك كيف ما العادة كنشكر جميع الناس اللي كتخلي لايك والتعاليق والناس اللي ما بتشاركش في قناة اشتركوا يا إخوان باشتوصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله صراحة يا إخوان هاد الموضوع ديال تشرد المغاربة بره بزاف يعني غلخص لكم مش نوقع في هاد الأيام الأخيرة الأسبوع اللي ذا ستكلمني على واحد المغربي اللي توفى في سردينيا متشارد مغربي الله يرحمه البوليس من بعد شهر ونصر على الوفاة دياله والشرطة ديال التحقيق قد تقرر أنه تخرج لجدة دياله من القبر يا إخوان باش تدير تريح عليها من جديد باش يعرفوا ذك السيد واش مات بموتة طبيعية أو مات بسبب الاعتداء اللي تلقاه من واحد خمسة شباب إيطاليين كنتكلموا على ربعة قل من 18 سنة وواحد عنده ماتجوراني عنده كثير من 18 سنة لذلك يا إخوان اليوم مرة خرجوا فيديوات جديدة وكتكلموا عليهم الصحف ديال السردينيا وكيبينو كيفاش أنهم كانوا كيعتادوا على ذلك المغربي كانوا كتفووا عليه القارو وكانوا كيضربوا برجليهم وكتعدوا عليه بواحد طريقة كبيرة لذلك البوليس والشرطرة بقنا كيحقوا في هذه الطريقة إخوان ونتمنى ويوصلوا للحقيقة ويعاقبوا هذه الدراري إلى كانوا وراء الوفاة ديال هاد السيد المغربي وخامي يكونوا وراء الوفاة دياله على الأقل يتعاقبوا لذلك شديد روي في حيل أنه قبل ما نوصلوا هاد الخبر يا إخوان مشون شوفوه إيسبريس وآخر مقال لنشراته هو هدا يا إخوان إلا دخلتوا لإيسبريس يعني هاد الشيء الوقيتة دي السيدة صعوبة نيلوطا اقتبوتي يتعرض مغاربة إلى خطر التشرط في إيطاليا يعني يا إخوان هاد المقال غالله أخصو لكم بطريقة سريعة كي ينوحد الفاعلة جمعوية سميشا بوشرا العملي اللي كتعاون المغاربة اللي هما يحارقين يا إخوان ولا على الأقل متشردين ونفس السوجون باش يجمعوا الوراق ديالهم من أجل تسويات الوضعية ديالهم القانونية وعلى الأقل يستفدوا من أدنى القوانين والحقوق لذلك يا إخوان الصعوبة ديالنيلوطا اقتبوتي ترجع للسبب أنه القنصلية ما كترتش في تريفون هذي أول حاجة وهذا الفاعلة جمعوية ما لقاتش كيفاش تتصل بالقنصلية والقنصلية ديالبولونية بعيدة بأنكونا بـ 200 كم آلي و 300 كم وترجعتيم أماما لا يمكنني أن نقوم بـ 300 كم على قبل أن نأخذهم رون ديفو خاصة ما يجبوا في تريفون نأخذهم رون ديفو لذلك الناس باش نسويوا الوضعية ديالهم القانونية ثاني حاجة يا إخوان نمشون ونشوفوا شنوقع في تورينو تورينو يا إخوان هذا الخبر ستجدوا في السطامبا في الكورياري وفي العديد من الصحف الإيطالي إخوان كيتكلم عنها مصطفى أي تبلاء وربما الكنية تكون تنطق بطريقة أخرى هات السيدة إخوان متشرد كان كيعيش في تورينو اليوم رأتوفى مع التمنية الصباحي إخوان في الكورسو ريامبيرتو لذلك إخوان هو واحد كورسو معروفة ما في تورينو واحد المنطقة معروفة في تورينو لذلك الناس اللي غتتعرف على هات السيدة إخوان رجاءني علم العائلة ديالهات السيد على الأقل حد دبح حاليا راه في الفريقو ديال مدينة تورينو البالدية علمات قالت بلأ نو غتتحفظ بواحد مدة زمنية إلا ما بينتشي واحد البالدية هي اللي غتتكلف بالدفن دياله ولعن الأقل شي جمعية إسلامية ما تدخل إلا شافت هاد الفيديو ولو وصلوا ماد الفيديو رجاء أن تدخلوا ودفنوا السيدة في واحد المقبرة إسلامية عن الأقل هذا رأى هو الدور ديال الجمعية الإسلامية هنا في إيطاليا بطبيعة الحالي إخوان حاجة اللي مهمة هذا سيد رأى يعني كانوا شهادات من الناس اللي كانوا يعرفوه في السوق هنا ناس اللي كيبيعون الخضراء كيبيعون ورود وذلك الشيء والشهادة ديالهم مرة كانت يعير بالخير سيدة إخوان كان عيش بيه خير عنده واحد طموبيل صغيرة كيبيع الورود وعلى حسب يعني الشهادة ديت الناس قالت كانت كيبه زاف جميع الورود وجميع النبتات عارف الاسم ديالهم يعني كان عقله خفيف بزاف وكانت عدو واحد طموبيل صغيرة كيبيعون في السوق واحد نهار ستخسر لي الطموبيلي إخوان في الطريق ترامب سيأتي ترامب ويخرج فيها ما ستقصر حواله ذلك الطموبيل ومن ثم الحياة دياله عرفت واحد ملعاطف ويقول لك يختار أنه يعيش في الزنقر الصحفي ديالا ستامبن من يسؤول هاد الناس واشكنهم هاليون فيه وذلك شكت لي إلا بطبيع الحال رأى كلنا كنا نعرفه مصطافق وكانت شكي واحد ما حرمه من شي حاجة اللي كان محتاج لها يعني لفروتالة أي حاجة بغاها كنخلصوا عليه في البارقة هو الفطور أي حاجة سيد كان عايش وسط الناس وطبيط الحال رجوع على الموضوع اللي كنا اطرقنا لي الأسبوع الماضي قلت لكم رأى من الصعب أنك تعرف أشكي دور فراس هاد الناس من يخساروا أنهم يعيشوا في الزنقر وكيرفضوا أنهم يمشوا لدور ميتوريو ولا يمشوا لكاريتاس وما إلى هذا وعلى حساب الشهادة ديالة العيالات أشكي إخوان اللي هما يتلاس هنا هاد السيدة قلت لهم يعني إحنا كنعرفوهم زيان وذلك الشي هو يمشي زي ما كان جاي وكان حذر محد العائلة فقيرة بالعكس العائلة ديال كنت مزيانة وباخير ولكن في نفس الوقت مني كان كيبشي الدور ميتوريو رفض أنه يمشي لي يعني مني كيعرضوا عليه يمشي نعصف هذا الدور ميتوريو ديال الكاريتاس والذيال البلدية كان كيرفض علاش حيث هو قلت لهم كان كيرفض أنه يخدع لبعض القواعد ما بغي لقواعد لتشحج في حياته يعني كيرفض أنه يخدع لشي قواعد بحل أنه يدخل مع السبعة وذلك الشي لذلك كان كيفضل أنه يعيش في الزنقة الله يرحمه يا إخوان والله يوستعليه والله يرحم جميع موتى المسلمين والناس اللي كتعرفت السيد ولا عرفت الملكنية تصل بعائلة دياله راه باقي الحدود الساعة فالفريق وراه ما تعير ليوم في الصباح الله يرحمه فهذا الفقرة يا إخوان غنت تكلموا على القانون ديالجنسية لأطفال المهاجرين القانون يا إخوان اللي اختفى عن الساحة السياسية لمدة تقريبا ديالخمس سنين ما تكلم عني التشي واحد حدود السعران بلوكي في مجلس الشيوخ كيتسنى شي حكومة اللي تكون عنده زعامة اللي تدين البرلمان ويصوتوا عليه ويتم القبول ديالله وهو اللي قانون الرسمي دياله ولكن تساؤل اللي في بال بزافة الناس أشنو جاب هاد الموضوع للساحة السياسية حاليا وباش تفهموا الموضوع أحسن يا إخوان وباش نحطكم فناسق الموضوع وفي صلب الموضوع وتفهموا كل شي مزيان خستنى نجيب لكم الأخبار اللي سبيل لكم علاش حاليا كيدويوا على الجنسية ديالأطفال المهاجرين أولا كل شيء إخوان بدأ البارح البارح هو حد الباخرة اللي كتنقض المهاجرين في البحر اللي هي ONG أوسيان فيكينج هاد الباخرة إخوان نقضت 422 شخص من بينهم 124 قاسر طلبت الرخصة من إيطاليا وإيطاليا عطاشها الرخصة باش أنها تجيب 422 مهاجر لإيطاليا هاد الشيء بطابية الحال اللي في الأيام العادية سالفيني ما كانش كي قبله وانتوما في النظر إياكم يا إخوان اللي حاليا كيوجدوا باش يدير واحد الحكومة حكومة كذلك ليسر الإيطالي يقول إيا كان سالفيني إحنا ما نكونوش كين سالفيني وكين كذلك حركة 5 نجوم اللي هما بقى لم تأكد شتت الأحزاب الأخرى في نظركم واحد الشخص كدراقي غايقبل بالسالفيني في الحكومة دياله وسالفيني غتكون عنده دك السياسة ضد التحاد الأوروبي ضد المهاجرين وواحد الخيطاب فيه واحد شوية دي العيدة وخيطاب اللي شوية فيه الغضب وذك الشي واشفنا داركم سيد محترم بحل درقق قبل البيب طبيعك حلق هات الشي علاش سالفيني خاصو يبدل الخيطاب دياله خاصو يبدل السياسة دياله هات الشي اللي دار سالفيني راعر في يوم اللي اخرى إخوان بدل السياسة دياله اتجاه التحاد الأوروبي ومني سولو على هاد الباخرة يا إخوان سينيور سالفيني نيما في الصباح كوزاني بانسي دياله سباركو ديال هاد الباخرة اللي فيها 422 شخص تخيلوا معايا شنو قال لهم سمعوا معايا إخوان قليم حنايا غنقترحوا أننا نعتام دو القوانين ديالاتحاد الأوروبي القوانين ديالهجرة اللي كينا في إيطاليا خاصة تكون بحالة بحالة ديال فرنس و بحالة ديال ألمانيا نفس القوانين خاصة ميكونوا وخاصنا كذلك بين قوصين أوروبي يعني حشو كان ضد الاتحاد الأوروبي في يومين ولا أوروبي أنكي سليم ميقراتي وكي لا أوروبي حتى في المهاجرين يعني بدل إخوان الأسلوب دياله في النقاش وهذا الشي وش مزيان ولم نمزيان غني نشوفوه ولكن رجعوا الجنسي ديال أطفال الجنسي ديال أطفال غسبان علش حيش دراقي يا إخوان بدل جولة التوني ديال المشاورات اليوم أطلقى مع الأحزاب الصغرى غدده غيطلقى مع الأحزاب الكبرى ونهار إن شاء الله لاربعة غيسيلي المشاورات دياله ونهار لاربعة غيطلقى مع الحركز خمسة نجوم وصالفيني لذلك من غيطلقى معهم ده بغي يدخل في المضامين إلا كانت الجولة الأولى كيشوفوا موش معاه ولا ضده ويشوف يعني يعني عر الأراء ديال المدكشي ده بغي يدخل في المضامين ومن البين المضامين اللي كينا هو أنه كل حزب غيقدم المشاريع دياله وعلي حساب العديد من الصحفي إخوان الحزب الديمقراطي القواني اللي كيقدم باش تقطع الطريق على سالفيني باش ما يتحرجوش ويكونوا مع سالفيني في نفس الحكومة هي بواحد نسبة كبيرة غاي يكونوا مع سالفيني في الحكومة ولكن على الأقل المشاريع اللي كيقدموا راهات قريبا كتحاول تدير العصار في الروايدة لسالفيني باش يدخل في الحكومة من البين القواني اللي كيقدموا هو أنه يديروا واحد السيستام ديال الضرائب على الدخل مختلف على ذاك الشي اللي بغي سالفيني سالفيني بغي يدير واحد ضريبة هي اللي يعني الضريبة وحدة خلصها جميع الإيطاليين 15% على الدخل وكل الشي في إيطاليا اللي كيربح شوية اللي كيربح بزاف غي وخلصوا 15% هاتش اللي غيكون في صالح الناس اللي لبس عليها في الحين أنه الناس اللي ما كتفوش 15-18 ألف أورو في السنة ما عنده شي تغيير ما كيش تغيير بالعكس كيش وحدين اللي هما يقض زاد عليهم الضريبة لذلك فهذا النقطة الحزب ديمقراطي كيقولهم لا حنا نديره ضريبة اللي كنحالين ونزيده الحصنه تبقى بالتدريج كل ما كتربح بزاف وعنده واحد خطاب شوية قاصح مع المسلمين والمهاجرين وكتبت تشيطة دينانسا اليميقراطي يعني الجنسية للمهاجرين الحزب الديمقراطي بغي يعطي الجنسية وما إلى هذا يعني هذو يمينيين غي يدهوا بهذه الطريقة مني مشيت نشوف البوطسة والمشروع اللي الحزب الديمقراطي بغي يعطيه الدراقي يا إخوان هو هذا كيقول المصادقة بشكل تام على القانون ديال يوس كولتوري يوس كولتوري إنه هو قانون الجنسية ديالأطفال القانون اللي قالوا بلأنه دراريلي قارين ونشيكلو ديالمدراسة هنا غدي يستفدون الجنسية مثلا ولدك قراء من البرماماديا الترسا مادية هيا يأخذه قراء كذلك من البرماليمينتار الكوينتاليمينتار غي عند نأخذ الجنسية قراء في السوبريوري غي عندها ولا يكون 嘿زيد هنا الجنسية الايطالية. وما بين ذلك الناس اللي تقول كلها اللي زاد نعطيه الجنسية. لذلك وخي يزيدوا لمزات شناية غير يقرأ واحد التشيكلو يقرأ واحد المدرسة يعني يا الابتدائية يا التنوية يا الاعدادية في ايطاليا ياخد جنسية. هادو من بين الشروط للحزب الديمقراطي يا اخوان. وغنعود نوريكم البروغرام ما ديالو لحطهم باش يعطيهم الدراقي. لذلك كين بزاف تحويش. ولكن باش تفهموا النقطة في انكينا يا اخوان هو انه القانون الجنسية كيرجعوا يتكلموا عني بهذا السبب. حيث الحزب الديمقراطي من بين الاشياء اللي بغي يعطيها الدراقي هو هذا. الموضوع ديالجنسي ديال الاطفال. واللي حتى لي صار الايطالي راه مدكور ده معاهم فهذه النقطة. ولكن احنا قادي نشوفو. واش غايديروه بالصحنية. وهات الشي صراحة باش نكون يعني واقع معاكم. كينا واحد النسبة ديال ربعين في المئة يديروه. واحد النسبة ديال ساسين في المئة ما يديروهش. يعني على حساب. حسو طابي اتحالي اخوان هاد المشكل ماشي مشكل ديال سياسة. وماشي مشكل ديال حكومة. مشكل ديال برنامان. من اتغذي القانون البرنامان واش غا تلقى الاسلاطور ما تلقاهمش. اذيك الساعة وخاصة الفيني في كون في الحكومة رمز صعيب بزاف انه يسوط لأجل هاد القانون. لذلك احنا غادي نشوفوا يا اخوان. الموضوع خرج من جديد من اجل هاد السبب. وجبت لكم الدورة كاملة باش تعرفوا الموضوع وتفهموهم زيان. داك الشي اللي يوقع في مدينة طانجا يا اخوان رهج العالم كامل تقريبا واحت صحف ايطاليا واحتف الاخبار ديال تلفازة اللي في الطالية يا اخوان اعطاوا الخبر ديال وفاة ربع وعشرين شخص رقم كبير بزاف. الله يرحمهم الله الله يرحمهم والتعازين الحارة للعائلة ديال اخوان. كنت تكلموا على واحد الوحدة الصناعية سرية اللي كانت في الاكاب ديال واحد الفيلة اللي كان في حي لناس منطقة ديال مارس. هاد شيف طانجا اخوان. من بعد ما انه كان تساقطة ديال الشيء اخوان اللي كانت قوية. هادك الاكاب اللي كان وخدمنا فيه فاض. واربع وعشرين شخص توفى. في حين انه كتر من عشرة الناس قدرت انها تهرب وقدرت انها تعتقر اسها. وتنجو من الوفاة. في حين انه اخوان المسؤولية هنا يا ارا كبيرة من غير المسؤولية للا اصحاب الشركة. يعني هاد الشركة السرية وهذا كل العقب ديالهم في الدنيا وفي الاخر ما يعلم بيعر الله. احنا كنت تكلموا على المسؤولين. حس بطبيعة الحال من الوالي وانزل تحت ارا كل شي مسؤول. واخره عارف ان احنا الفيلم في المغرب كيف غايكون. الوالي غايقول كان مفرسي والو شوفوا مع القيد. والقيد يقول كان مفرسي والو والمقدم هو السبب. وليما بلغنيش. في حين انه كتحط ساك ديال رملك قدام دار ديال كوليه جورا. المقدم كيسيق الخبار. في حين يا اخوان هاد الشركة اللي كان خداما لو قيدة اللي غرقها ترا كان مبين 30 حتى 40 شخص. وعلى حساب ما كيروج حاليا في الانترنت هاد الشركة الخدام في حوالي 130 شخص. يعني كي يخدموا بالتور. كل واحد يدخل في واحد الوقت محدد. لذلك كنتمنى انه من السلطات تاخذ الحق في المسؤولين. وحتى يعني في موالينات الشركة. راتشيرها ما يبغي لله لعبد 24 وفاة رقاص هيا اخوان بزاف. بزاف. النخاوف ديال العلمائي اخوان حول السلالات الجديدة ديال الفيروس بانت بالله انه يعني في محلها. علاش حيث التخوف كان انه غالما بدون جلبو الناس يبدو يظهروا سلالة جديدة والجلبة ما تبقى تقضي فيه مواله. وبطبيعة الحال السلالة اللي كنت تكلم المعلم هو برازيلية بريطانية جنوب افريقيا كذلك. وفي جنوب افريقيا اللي كان من المتوقع انه في الايام القادمة تبدأ حملة التلقيح. وضيجة شارية ومججة مليون جرعة ديال الجلبة ديال اسرط زانكي اخوان. الوازير ديال الصحة في جنوب افريقيا قرر انه يوقف الحملة ديال التلقيح. علاش? حيث بطبيعة الحال داروا واحد البحث في جنوب افريقي اللي شارك فيه الفين متطوع. للمتوسط سين الاعمار ديالهم اخوان واحد وثلاثين سنة. وتبين بلا انه الناس اللي كتتتعادة الجلبة كتتحميها بواحد نسبة قليلة بزاف ديال عشرة في المية. يعني ما عندها حتى شي معانا انك تجلب الناس. هاد الحاجة يا اخوان اراها خطيرة للغاية. كتتبين بلا انه الجلبة ديال اسرط زانكا في السلالة الجنوب افريقيا ما كتقد يوالو. جنوب افريقيا وقف التلقيح. وبطبيعة الحال شكوني خرج هاد الخبار? هاد الخبار خرجتها واحد الجامعة اللي كانت في جنوب افريقيا بتعاون مع جامعة اوكسفورد اللي هي كتصيب هاد الجلبة ديال اسرط زانكا. يعني الشركة براسك تعترف ومنظمة صح العالمية دخلت على الخطي اخوان واليوم اه اعطاعت المهام الواحد الجروب ديال الباحثين اللي هما يمستقلين يعني ما كنتمي واش لها. وما كنتميش للشركة ديال اسرط زانكا باش يقرروا ويشوفوا عشانو يدروا في الجلبة ديال اسرط زانكا فيما يخص السلالة الجنوب افريقيا. كان كنام على انه الجلبة ديال الفايتزر يا اخوان كتقضي على السلالة الجنوب افريقيا. ولكن اللي خصكم تعارفوا يا اخوان هو انه هاد البحث اللي قال هاد الهدرا راه جربوه الى عشرين شخص. عشرين شخص اللي عدد صغير بزاف ميمكنش لك انك تعتمد عليه باش تخرج واحد البحث. وحاجة خلال اللي مهمة هو انه استرط زانكا كان عندنا مشكير وقلت لكم انا بالسابق بلانهو كانوا كانوا قلت له نصف جرعة في الاول وجرعة كاملة في التاني وبالانهو لحدود سة الدول العالم. وعا الاقل في اوروبا الرخصة اللي تعطاه التعطاط الجرعة كاملية في الاول وجرعة كاملة في التاني مقبلوش لهم ذلك النصف جرعة في الاول وج자ال الارقام مهمة تضجة. حاجة اخر من المهمة في المد salads inciso وانهو خص التعطاء من بعد شهر. كتاخد جرعة الاولى اليومة كتدوس ربعة تسبالات". كنتينبعد دول مثلا بحال بريطانيا في العوض ما اننا نعيط له واحد يقول لي اجي نعطيك الجرعة الثانية نعطيه الناس بزاف الجرعة الاولى ونعيط له من بعد واش نعطيهم الجرعة الثانية يعني حتى من بعد شهر ولا شهرين لذلك على حسب ارقام لي كتدور حاليا اخوان الى فاتس 12 شهر كتكون القوة والفعالية ديال الجلبة اكثر كتوصل 82% يعني حدود الساعة كتوصل ما بين 60 حتى 70% ولا تعطلت مشاربات السمالات ولكن 12 شهر يعني ثلاث شهر كتكون الفعالية اقوى لذلك هاتج هذه الجلبة الاسرات زانيكة اخوان ارا فيها بزاف ديال المشاكين ماشي غير امنة هها امنة ولكن تجارب السريرية اخوان ارا ما دارهم ش بيدهم رجلية ومدل الناس يعني مخاربها بزاف وكل دولة كيف تجلب هذه الجلبة الاسرات زانيكة اوكي اللي واقفتها بحل الجنوب افريقيا علاش حيث ما غاد تدير لها والو وخي يجلبون الناس غيب قوي تعاده حيث ما غادت والو في السلالة الجنوب افريقيا والله يستوضيط الخير يا اخوان فهذا الفقرة اخوان غنشوف الجرعات الجبل التي تعطيت في ايطاليا في المغرب الحالة الوبائية في اوروبا ديال البارح والحالة الوبائية ديال اليوم في ايطاليا وفي المغرب لذلك وحد الخيس اجمالي لذلك في ايطاليا جوشت المليون وستعملوا حوالي تسعين في المياه الجرعات اللي تسلموا بها اللمبردية استعملت 92% يعني عندها 400 و 38000 جرعات اللي ديالجة استعملت الميليا رومانيا استعملت 94% يعني عندها 262 الف جرعات اللي تطات البيامونتي 148 الف جرعات اللاسيو 138 الف الكمبانيا 122 الفانيتو 122 سيشيليا 125 الفانيتو 155 في حين انه البوليا 140 وباقي الجهات رهم قل من 100 ألف جرعات اللي تعطاتهم وجميع الجهات الحمد لله رغضا مزيلا فيما يخص المغربي اخوان البارح كنت قلت لكم بالله انه من المتوقع انه اليوم يدخل في هذه اللائحة ديال 20 بالد اللي كتعطيش جلبة اكتر في الدول ديالها بطبيق حال الحدود الساعة اخوان المغرب اعطاء 550 الف جرعة على حسب هاد الارقام خاصة يكون قبل الارجنتين وقبل كذلك السيربيا ولكن هاد الموقع اخوان مجددش الارقام ديال المغرب لذلك المغرب ما كيبنشن يا فاد لائحة ولكن راه هو الرطبة رقم 18 الحدود الساعة لهوا يا رقم ممتاز للغاية 18 العالم يا اخوان فيما يخص الحالة الوبائية اخوان ديال البارح حيط الارقام ديالي ما بقى موجدتش كاملة عدنا فرنسا تسعتاشر الف وسبعين مئة روسيا ستاشر الف بريطانيا خمسة لائطاليا حداشر الف وسبعين مئة المانيا سلف وخمسة نشوفوا الحالة الوبائية اليوم اخوان فهي كالاتي الليوم كنسجنو سبعالاف وتسعمائة وسبعين والعدد ديال التحليل راق قليل بزافة اخوان العدد الاجمالية لاتناس اللي توفت اليوم مرةها تلتمية وسبعة والعدد الاجمالي كيفوت واحد وتسعين الف وخمسمية في حين انه الناس اللي كتشافة الحمد لله رهم خمستاشر الف شخص والناس اللي ما زال فوزيتيف وما زال كتلقى العلاج رهم 419 ألف والناس اللي كانت نقص مقارنة بالأمس راهم 7400 تحليل يا إخوان تحليل راهم قليل لك فيما قلنا 144 ألف تحليل مقارنة بالأمس اللي كانت 266 ألف ديال التحليل العدد الإجمالي للتحليل اللي هي كلاسيكية راهم 77 ألف مقارنة بالحلي كانوا 123 ألف يعني ناقص بزافي إخوان تقريبا قراب من نص في حين أنه آآ النسبة راها بقاش هي هي البارح كأنك للقوا ما بين خمسة الناس وستة الناس بوزيف في كل ميات التحليل واليوم كذلك في الإنعاش وفي المستشفيات راها كيتزادوا الناس في الإنعاش كيتزادوا 36 شخص والرقم الإجمالي كي يقولي 2143 في حين أن المستشفيات كتزادت في 261 والرقم الإجمالي كي يقولي ساعتاشر آلف وخمسمائة وسبعة وعشرين توزيع الحالات حسب الجيهات فوق الآتي لومبردية 885 الفانيتو 442 الكمبانيا 1741 البيمونطي 483 وطبعين الحل الأرقام اللي كتشوفوا راها كلها صغيرة يا إخوان علش حي التحليل اللي كتشوفوا راها مقليلة تلتاشر آلف وبرتاشر آلف تسعالف عشر آلف تحليل اللي بناتهم تحليل السريع والتحليل الكلاسيكي يعني قليلة يا إخوان في حين أنه في بيمونتكي سجر 480 الميليار رومانيا 1173 لاتي 780 سيشيلي 478 تسكان 523 بوليا 377 ليغوريا 120 الفريولي فانيسا جوليا 132 لماركي 171 لبروتو 184 بولتسانو 250 سردنيا 150 لومبريا 190 كلابريا 142 ترينتو 60 بازيليكاتا 15 الموليزي 15 والفالي داوستا 13 حالة فيما يخص المغرب إخوان الجلبة كيفما قلنا خمسمية وخمسين آلف شخص اللي اخضووا الجور عادل الجلبة في المغرب برقم ممتاز الناس اللي يلقوا في آخر 24 ساعة إخوان العدد راه مئتين واربعة وثلاشين شخص يعني رقم نازل بزاف الناس اللي يسمي الاستبعاد ديالهم كذلك نازل كنتكلموا على خمسالاف ومئة وعشرين والناس اللي تشافهوا الحمد لله عام ربعمية وتلاتة وتسعين يعني حوالي خمسمية شخص والناس اللي توفاوا واربعتاشر شخص اللي يرحمهم العدد الاجمالي كيفوت من للاف واربعمية في حين انه الحالات اللي تلقى العلاج في المغرب الها اتنشر الف ومئة ومئة وثمانين توزيع الحالات حسب الجهات فهي كالاتي شرق سين ضار بيضة ستاة اتنين وخمسين رباط سلاق نترا خمسين حالة طانجتي طول الحسيمة 24 حالة دخل وادها بستاشر حالة بليم الله الخنيفة عشرة الحالات صوص ماس عشرة الحالات وباقي الجهات يا اخوان ارى فيهم قل من عشرة الحالات تلافوريوسكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله